ليس المواطنون وحدهم من ضاق ذرعا بالواقع المزري الذي تعيشه محافظة البصرة وعلى كافة الصعود برلمانيون من المحافظة وممثلون عن الحزب الشيوعي دخلوا على خط المطالبات العلنية لحكومة عبد المهدي لمعاملة البصرة كما يليق بها كعاصمة اقتصادية تتركز فيها معظم الثروات الباطنية وبناء عليه اعطوا الحكومة مهلة لتنفيذ هذه المطالب ويأتي في مقدمتها تخصيص 40 ألف درجة وظيفية وفرض نسبة تشغيل على شركات النفط من اليد المحلية العاملة وبناء محطات تحلية مياه علاوة على منحها مخصصات إضافية من موازنة عام 2019 مطالب أخرى خارجة عن حساب المتظاهرين وربما لا تعني لهم شيئا صلاحيات سياسية للمحافظة تعطيها استقلالية نوعية عن الحكومة في بغداد وهي خطوة اعتبرها مراقبون مفتاحا لصراعات سياسية ونزاعات مسلحة في ظل وجود ميليشيات تمتلك كميات كبيرة من الأسلحة وأحزاب متنفذة مؤكدين أن أزمات البصرة لن تحل في ظل الأحزاب الدينية الحاكمة التي أضرت بالمحافظة أكثر من أي نظام حكم العراق في العقود العشرة الماضية وتأتي هذه المطالب تزامناً مع حالة انفلات أمني في البصرة تتمثل في استمرار عمليات القتل والاغتيال لا سيما تلك التي تطال متظاهرين وناشطين طالبوا بإسقاط المنظومة الحاكمة فكان مصيرهم القتل غيلة على أيدي ميليشيات مسلحة لها نفوذ سياسي بالحكومة والبرلمان وفي هذا المشهد مفارقة بين المتظاهرين الذين طالبوا بحقوقهم ودفعوا ثمنها دماً وبين نواب محافظتهم الذين ظلوا منخرطين في عمق العملية السياسية اشتركوا في القناة